موسيقى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله من السماوات والأرض ومن فيهن أحبة الكرام سنحاول في هذه الحلقة المباركة الميمونة أن تحدث عن السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله على رأسهم إمام عادي ومنك القرون الإمام العادي لم يكن ضروري أن يكون الحاكم أو السلطان لا الأستاذ في القسم دياله مع التلاميذ انتاعه هذا الإمام الأب مع ولداته هو إمام ما معنى الإمام؟ إنه هو الذي أم الناس فالكل مقتدن وأنت الإمام ومنك تكون قائد وفي الصف الأول أنت إمام الثاني من هو؟ هو شاب النشأ في عبادة الله شاب الحمد لله رغم قوة بدنه وعضلاته وشهواته أراد أن يسير في طريق الله تعالى ولذلك قال الله تعالى في سورة الكهف إنهم فتية نامنوا بربهم وزدناهم هدى الله تعالى امتدحهم كذلك الثالث من هو؟ رجل قلبه معلق بالمساجد وحا سيد كي يجي من الجامع وكي عود يسول واش بدى العاصر لما زال ولا صلى الظهر ما زال الوريد عودتانك بشي صلى العاصر ورجع الضار واش بدى المغرب لما زال قلبه معلق بالمساجد سبحان الله هذة ثلاثة من السبع الذين يدلهم الله في دله يوم لا يدلوا عدنا الرابع شكوناوة الرابع رجلان تحبى في الله تحبى في الله اجتمى عليه وافترق عليه كيبغوا بعضيته من الله ما كيبغوش بعضيته من مقارب شخصية أو مقارب دنيوية لا كيحبوا بعضيته من الله ولذلك جاء في الحديث بأن ملك الموت أراد أن يقبض روح شخص أراد أن يزور أخا له في الله فالله تعالى قال لي سوله وجاء في سورة بشر فقال لي في الغادي في السحراء في الغادي قال لي غادي نزور أخذ يالي في الله قال لي اللهم أخرجك إلا هذا وجاءني خارج غير تزور لله قال لي والله من خارج إلا لله تعالى فالملك الموت خله وذلك نخرج من المحاة الخلاصة وأن الله تعالى يبطئ يعني خروج الروح عند صلة الرحم وعند الأقارب كذلك يعني أنك تبغي تزور واحد لوجه الله تعالى وتكون لعبن الله تعالى الله تعالى يبطئ يعني أجلك فمني بشزر الأخ دياله وتم راجع ويخرج لعوتيني ملك الموت في سورة بشر قال لي قال لي أنت سيدي 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 بطريق قال لي زرت الأخ ديالي قال لي زرته قال لي ألا إني لست بشرا وإنما أنا ملك الموت وقد أمرني الله تعالى أن وخرى خروج روحك شوف الله تعالى الرحمة دياله في هذا الجانب دا ديال محبب شخصين لله تعالى كذلك عندنا للسنف الآخر رجل دعتهم مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل دعتهم مرأة ذات منصب عند المنصب وما عند الجمال بجوج فقال إني أخاف الله قال كل علماء هذا لتوفرها للخصصة هو سيدنا يوسف عليه السلام لأن زليخة مرأة العزيز كانت مرأة العزيز يعني كل جاه وكل منصب وكذلك الجمال كانت جميلة سبحان الله ولكنه واش قال قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي كذلك الصنف السادس أو من هؤلاء السبع لدينا يدلهم الله شكون رجل تصدق بصداقة فلم تعلم شمالهما أنفقت يمينه يعني من كثرة ما كيتحرى لإخلاص والتوحد ما يشوفو حتى قال لك ليسرية ما عرفتش عن صدقات كلمنية شوف الناس ما شيء يبدي صدق يقولون شوفوني ولكن ما كنشوفوني الأيام هذه مع الضاهرة مع الأسف نديها القفات رمضان مع الأسف الإخوان والأخوات رعيبة اللي كنديرو هذه الأيام اللي بغي صدق نعم الله تعالى شجعنا عن الصدقة وكنا جائحة ولكن تكون شوية تخبية وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم سيئاتكم خير لكم وكفران سيئات لماذا نكنديرا بيني وبين الله تعالى حتى لا أسقط في الرياء ونحن تحدثنا في حلقات سابقة عن موضوع الرياء وما يفعله بالشخص آخر صنف شكونا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينها لاحظوا معي الأحباب ذكر الله كيف خاليا بنوبي الله ففاضت ما قالتش فذرفت عيناه ما قالتش فلم يبكي ففاضت فيضان تبكي كين ينتحب هاد ناس هاد سبعة هاد سبعة يوم القيامة في ذاك المشهد الرهيب عندما تكون الشمس يعني مدنوة من رؤوس العباد وكل شعرقان ومحض الحالة فتأتي سحابة فتضل هؤلاء السبعة أحبتي كرام أسأل العلي القدير أن يجعلني وإياكم من هؤلاء السبعة الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ربنا تقبل منا الصلاة والصيام ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا يا مولانا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق ونسألك يا الله حسن الأخلاق اللهم يا ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصل على سيدنا محمد في الأولين اللهم اصل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم اصل على سيدنا محمد في الملأ لعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين